عايزة بتدي معاك تامر أول حاجة بس عايزة أقولها للناس إن ده أول مرة من 2001 المنتخب مصر يكسب تلات نشاط وربعات في تصفيات أمم أفريقي يعني اتعاملت سنة 2001 مع الكابتن جهر اللي يرحمه وكان حسام حسن لسه بيلعم عملها بقى كمدير فني كسب تلات مباريات متتالية وحصل على التسع نقاط وده أول مرة تحصل من حوالي 23 سنة لكن تامر انت لعبت مع حسام أه طبعا كابتن حسام عايزة أسألك قبل الماتشناس فيه لغط كبير فكرة أنه هو قال لمحمد صلاح أنا احنا كنا بنكلم في برة وكده فهو أكيد نسى هو كابتن حسام نسى على التصريح ده غلط طبعا هو لو فكر مش هيقوله لأ أنا قصدي أنا قصدي غلط للعيبة اللي معاي أصلا أنت السنة تريزيجي عامر صديد طبعا ومصابة فتحي عنده قاعد سنة فكر قاعد سنة عنده مشكلة في رجبته يعني مشكلة في رجبته جامدة وعمر مرموش لسه راجع من الإصابة مصطفى محمد أو أنت كلي أنت بوندو كلام سليم مليون في المية اللي ما تنفعش تقول التصريح ده وأنت عندك لعيبة كبيرة لعيبة كبار مرموش مكسر الدنيا في ألمانيا مصطفى محمد لا لا لعيبة محترم محمد عمين عمين وحتى اللعيبة اللي موجودة في مصر برضو كلاعيبة مهمة طبعا فأنت ليه تعمل التفريقة دي ليه تميز آه محمد صلاح له قيمته العالية طبعا عندنا هنا في مصر ومش عارف يعني أنا حتى قالك ما لعبش على ترتين ده صح يعني بتكلم جد والله لا لا عادي طبعا أنت مش كان ممكن يسافر مع الفرقة وما لعبش يعني حتى مجرد السفر هو أنت ترجع بقى للتصريح بتاعه لأولين آه اللي كان قالك لازم يطلع مع الفرقة ولازم موجود وكابتن فرقة وكرام ده كله فأنا بقولك هو كابتن حسام نيسى التصريح اللي هو قاله من شهر واحد انت شايف ده غلط آه غلط